اشتركوا في القناة من جامع الشيخ زايد الذي نظم العديد من الانشطة في هذه المناسبة عند كورنيش ابو ظبي ونصب هناك مجسما كبيرا له الى جسر الشيخ زايد والمؤسسات الحكومية وقصر الامارات ومعظم المدينة التي كانت تفاعلها هذا العام واسعا نظرا لحملة التوعية الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات المختصة والبلدية دبي ايضا اطفأت انوارها وبرجها ونظمت مسيرة شموع من حق الاجيال القادمة ان يرثوا بيئة صحية ونظيفة قال الشيخ محمد بن راشد على صفحته في موقع تويتر يذكر ان ثمت مشروع نظام وطني جديد لمعايير الاضاءة لخفض الاستهلاك يتم عرضه على مجلس الوزراء ومشروع قانون اتحادي اخر لترشيد استهلاك المياه والطاقة هذا الحدث العالمي الذي بدأ العام 2007 في استراليا يقام للسنة الثانية تحت شعار نتحد لحماية الكوكب اعد له فيلم رسمي فتح باب المشاركة في هذا الحدث عبر التحدي ساقوم بحلق شعري ان شارك 30 الفا في ساعات الارض لن استخدم هواتف المتحرك الثلاث لمدة 72 ساعة 500 ارسلوا بتحدياتهم حسب الفيلم الرسمي 152 بلدا في سبيقارات اكثر من 7000 مدينة وبلدة ساعة الارض لحظة احتفال جماعيا في العالم وفي الامارات اشتركوا في القناة